يا مسائل وارد حبيباتي اليوم راح ازوي لكم من كيس الربيان المفرز الصغير نوعين ان شاء الله يعجبكم يا رب نوع شربة ونوع حمسة الحميسة اللي هي حمسة اللي ناكلها مع الرز الابيض وممكن ناكلها مع الخبز عادي يعني هي الحمسة الاولى تبدي طبعا الربيان هنا نشوفو بس حطيتها بماي نشفته خسلته نشفته وحطيت هنا بصل وبهارات السمك يعني بصلاية مع بهارات السمك ملعقة واحدة وحمست زين وحطيت للطماطا وحمست زين كلها لازم نحمس كل الزين يعني حوالي يعني اكثر من عشر دقائق نحمس مع ملعقة معجون طماط وملح طبعا حطيت وظلت احمسها عشر دقائق احمسها حتى اضيف الربيان لربيان ما ياخذ وقت ياخد بس حطها يمكن ثلاث دقائق مع شوية ليمون وهي الحمسة جاهزة قدموها مع الرس قدموها مع الخبز تطلع طيبة بكل الحالات ونروح نسوي هسا الشوربة الشوربة نفس الشي هم حطيت بصلاية مع بهارات السمك هذي زين وحطيت ويا الربيان حمسته لأن الربيان ما ياخذ وقت فطبعا حطيت كيس من الشوربة جاهزة لشوربة الذرة حطيت وياه لاني اعطي نكهة واضافة كلش حلوة للشوربة هذي واتمنى جربوها ترك كلش كحوة كلش طيبة والله يعني لما انها طيبة ما كان نزلتها ابدا هنا حمسته وحطيت لون الزعفران هذي هذي تحبون تحبون اللون هذي على صفار وطبعا حطيت المي لا تنسون ان انا حطيت الملح طبعا وخليتها تغلي بعدين ربع ساعة بعد ربع ساعة بعد ما تغلي او عشر دقايق يعني حطيت الذرة الجاهزة طبعا بعله وخليتها تغلي وحطيت اخر دقيقتين من ربع ساعة او عشر دقايق حطيت ربع كوب من الكريمة كريمة الطبخ وخليتها دقيقتين وورا دقيقتين قدمتها وبهذا الشكل طبعا نضغط عليها شوية كزبرة من فوق وعلينا وعليكم بالف عافية حبيباتي